السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي مرحبا بكم اليوم معي اليوم شاء الله سأجدكم تحلية رمضانية رائعة المدى نتمنى الكل يجربها بدون فلون بدون بيض بدون كريمة بدون كريمة بشكل كريمة الكاسترد وطريقة اقتصادية كما سبق وذكرت نتمنى ان شاء الله يشوفوا الفيديو اليوم وننسوني بالتعليق وإعجابات وإذا كنتم اول مرة تشاهدوا القناة ستمنى منكم تضغط على زر اشترك اشتركوا في الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الوصفات نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير نبدو بسم الله لبركة الله لدينا طبقتين في التحليل اول طبقة فيها 4 ملاعق الى 5 ملاعق من السكر المبلور العادي ملاعقين كبار من الطاحين ملاعقة من النشا ونصف لتر من الحليب البارد هنا في الطبقة الثانية ملاعقة كبيرة من بودرة شوكولات أو شوكولاتة الحليب الخاصة لأطفال 200 ملال من الحليب البارد العادي وعدنا عطر شوكولاتة وعدنا بودرة الكاسترد حوالي 3 ملاعق وعدنا ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو البني وعندي 20 جرام من الشوكولاتة بالحليب وشوكولاتة فيجيكاو نواخ اي الاسود لكم حرية الاختيار لدي حبة موز فقط هنا لكي نزيد لتحلية أكثر قيمة غذائية وأكثر ضاقة بإن الله نبدو على بركة الله في إنجاز الوصفة نبدو بالطبقة الأولى بسم الله نضيف نصف لتر من الحليب البارد العادي نضيف ملعقة كبيرة من النيشاء ملعقة كبيرة من دقيق الأبيض من 4 إلى 5 ملاعق كبيرة من السقر نضيف ملعقة كبيرة من تراسج الجميع نضيف ملعقة كبيرة من السقر يدوب وضيف كالكار سوف نقوم بمشاركة في التحريك بعد حلل السكر نضعها مباشرة على النار هنا على نار متوسطة يمكننا الواصل للتحريك حتى تصبح كريمة عاقدة وكثيفة القوام كما نتعود في الكريمات الأخرى نبدأ التعقيد الكريمة كما رأيكم هذه سوف نضع الكتفة بعد الغلعين نضفع النار سوف نضفع النار هذه القهوة امتح أخواتي كيف يكون ثقيلة نوعا ما ليس مخطرة نضفع الوصفة أخواتي قطعت حبة الموز والباناة قطعتها إلى دوائر كما رأيكم ترونه هنا الكؤوس سوف نضع الكريمة بسم الله على بركة الله بسم الله على بركة الله نبدأ نعمره في الكؤوس نواصل كل الكؤوس بهذا الشكل نضفع النار نضفع النار ونضع الكووس كطبقة ثانية في الكووس الآن نضيف الموز في الكووس طريقة نضيفه ونضفعه في الوصف الكريمة بهذا الشكل نضيف الكووس نضيف الكووس على جهة تبرد قليلاً ونضيف الكووس الثانية وصلنا إلى الكووس الثانية ونرجع لكم أخواتي في الكسر الثانية نضيفه 200 ملل من الحليب نضيفه ثلث ملاعب كبيرة من بودرة الكاسترد نضيفه نضيف الكاكاو نضيفه نضيف ملعقة غير ممتلئة من بودرة الشوكولات خاصة بالحليب ونضيفه نضيف كل شيء بارد في بارد نضيفه نضيفه نضيف الكاكاو مع شوكولات الحليب و بودرة الكاسترد نضيفه 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 نضع الشوكولات 20 غرام نضعها فيها و تدوبها بالتحليق المستمر هذه هي بودرة الكاسترد كيف نستعملها الأخي و تسألوني نضعها في تحليات تواك بادل الفلون كما سبق و تكرت لكم نضع الكوكوس و نعمره بإذن الله بسم الله نتمنى الكل يجرب هذه التحليات التي نضعها لكم سدقا سأجتاهد لكم تحليات جديدة و كما اليوم هذه التحليات اليوم أجبتها لكم من عندنا حصريا على قناة كلاكي لم يكن لديتها المقبل نضع كل الكوكوس في هذه الطريقة نضع كل الكوكوس نضع الكوكوس نضع الكوكوس نفس المقبلة نفس المقبلة نفس المقبلة هذه هي أخوتي الآن كما رأيكم ترون نضع الكوكوس تبرد على درجة حرارة المطبخ ثم نضعها إلى التلاجة و نتعرفها في طبق التقديم بإذن الله أخوتي هذه تحلياتي بعدما مرت عليها حوالي 4 ساعة في التلاجة نتمنى إن شاء الله تكونوا عجبتكم وتنردكم وتجربوها أكيد استودعكم الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى وصفهم بإذن الله